السلام عليكم حبايبي ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير معاكم ياسمين نظمين من قناة جوري لتعليم الكروشي النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض شنطة كتف واسعة جدا من جوه وهي هتبقى كبيرة الطلب مني كتير جدا ان انا اعمل شنطة حجم كبير هشتغل فيها بخيط مكرامي سلسلة وهشتغل بالثلاث الوان دول اللي حابب طبعا يشتغلها بلون واحد زي ما هو عايز الخيط ده سمك اتنين ميلي سمك الخيط اتنين ميلي هشتغل بابرة اربعة ونصف يلا نبدأ على طريقة العمل بس قبل ما نبتدي ياريت لو اول مرة بتشوفيني ياريت تشترك عندي في القناة واتفع علي الجرس واتسيب لي كومنتو تقولي لي رأيك ايف الشنطة وبتشاهديني من اي بلد يلا بينا على طريقة العمل هبدأ اول حاجة اعمل عقدة بداية وهارتفع 19 سلسلة كده انا اشتغلت 19 سلسلة هسيب اول غرزة وتاني غرزة وهروح هنا على ثالث غرزة وهعمل عمود بلفة هاخد لفة وادخل في نفس المكان وهاشتغل عمود تاني جنب العمود اللي انا اشتغلته كده اول غرزة اشتغلت فيها اتنين عمود بلفة هاخد لفة واروح للغرزة اللي بعديها وهاشتغل عمود هكمل في كل غرزة عمود بلفة لحد ما وصلت لعقدة البداية كده اشتغلت الحلقات كلها وصلت هنا عند عقدة البداية هاشتغل فيها ست عمود بلفة كده انا اشتغلت 6 عمود بلفة في نفس في عقدة البداية هشد الخيط ده حلو جدا وهاشتغل هنا غرز عمود بلفة زي ما اشتغلت هنا اشتغل على الجنب التاني كده انا خلاص خلصت السطر بقية الغرز هاجي هنا في اخر غرزة وهنا هاشتغل ثلاثة عمود بلفة هدي واحد اتنين تلاتة وهاجي هنا هقفل بقية الغرزة منذ هارتفع سلسلة اتنين تلاتة وده هعتبر عمود بلفة وهاخد لفة وهاشتغل في نفس المكان ان انا قفلت فيه بغرزة منذ هاشتغل عمود بلفة وده كده هعتبره تاني عمود يعني اول غرزة انا كده اشتغلت فيها تزايد الغرزة اللي بعديها هاشتغل فيها تحت الحلقتين اتنين عمود بلفة ادي واحد اتنين وتالت غرزة هاشتغل فيها اتنين عمود بلفة واحد اتنين يعني بداية السطر هنا اشتغلت فيها تلاتة تزايد معي هنا ست عمود بلفة هكمل في كل عمود عمود واحد لحد ما وصل للست غرز اللي هنا كده خلاص خلصت السطر وصلت هنا للست غرز اللي انا اشتغلتهم تزايد هاشتغل في كل غرزة اتنين عمود بلفة كده اول تزايد هاشتغل الغرزة اللي بعديها اتنين عمود بلفة والغرزة التالتة هاشتغل اتنين عمود بلفة رابع غرزة هاشتغل فيها اتنين عمود بلفة خامس غرزة اتنين عمود بلفة ومعي اخر غرزة اللي هي السطر وهاشتغل فيها اتنين عمود بلفة كده كمعي ست غرز اشتغلت فوقيهم اتناشر غرزة هكمل هنا غرز عمود بلفة لحد ما وصل للتلاتة عمود اللي اشتغلتهم هنا كده انا خلاص خلصت لحد ما وصلت هنا للتلاتة غرز وهاشتغل فوقيهم ستة غرز في كل جرزة اتنين عمود بلفة ادي كده اول تزايد وده تاني تزايد واللي جيت للتزايد وهنا كنت اشتغلت تلاتة تزايد فهنا تلاتة تلاتة بقوا ستة واشتغلت هنا في الدوران ده ستة فكده القطعة مزبوطة معي هبدأ اقفل بغرزة منزلقة وهنا في تيالة سلسلة هرتفع سلسلة اتنين تلاتة وهاشتغل في نفس المكان عمود بلفة ودي كده اول تزايد العمود اللي بعده هنا على طول تحت الحلقتين هشتغل عمود بلفة واحد واللي جاي هشتغل اتنين واحد اتنين كده انا عملت اتنين تزايد واحد هنا واشتغلت فردي وبعدي تزايد هشتغل فردي واللي بعده تزايد كده انا اشتغلت هنا تلاتة تزايد هيتبقى معي هنا اخر الصدر تلاتة تزايد يبقى عملنا هنا ستة هكمل في كل عمود عمود واحد لحد ما وصل للتزايد اللي هنا اشتغلت لحد ما وصلت هنا للتزايد الاولاني كنت عابلة غرزتين في نفس المكان وده غرزتين في نفس المكان اللي هم كانوا ستة تزايد فبتشتغل في اول حلقة بتاعة اول عمود هشتغل فيها تزايد الغرزة اللي جاية هشتغل فيها فردي يعني غرزة واحدة بس اللي جاية هشتغل فيها تزايد اللي جاية هشتغل فيها فردي يعني غرزة واحدة اللي بعدها تزايد اللي جاية هشتغل فيها فردي تزايد فردي تزايد بعد كده فردي وهيبقى معايا اخر تزايد كده انا اشتغلت هنا ستة تزايد هدي اول تزايد واحد بعدي فردي هدي كده اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة كده اشتغلت في الدوران ده ستة تزايد هكمل هنا في كل غرزة غرزة واحدة لحد موصل لاول تزايد اشتغلته انا خلصت العدد الغرز الفردي وصلت هنا لاول تزايد اشتغلتهم هشتغل في اول غرزة اتنين عمود بلفة ده كده اول تزايد اللي بعديها هشتغلها غرزة واحدة واللي بعديها اتنين اللي جاي غرزة واحدة اللي بعديها اتنين اللي بعديها غرزة واحدة كده انا عملت هنا تلاتة تزايد وهنا تلاتة تزايد هقفل هنا بغرزة منزلجه كده خلاص انا خلصت القعدة مش هعمل تزايد تاني هرتفع جسم الشنطة على مقاس القعدة دي العرض بتاع القعدة اتنين وعشرين سمتي ونصف والطول بتاعها تسعة سمتي هبدأ دلوقتي ارتفع جسم الشنطة هرتفع سلسلة اتنين تلاتة وهسيب الغرزة اللي انا ارتفعت فيها دي وهاشتغل في اللي بعديها تحت الحلقتين عمود بلفة كده هشتغل في كل غرزة بتقابلني هشتغل فيها عمود بلفة مش هعمل تزايد تاني كده انا خلاص خلصت السطر كله في كل غرزة غرزة واحدة هقفل هنا بغرزة منزلقة كده انا خلاص خلصت السطر هرتفع سلسلة اتنين تلاتة وهعتبر دي عمود بلفة ولو بتطلق بطي تقفلي فين حطي علامة هنا في تالت سلسلة هاخد لفة وهسيب المكان اللي انا قفلت فيه منزلقة ده وهروح على اول عمود تحت الحلقتين وهشتغل عمود بلفة لما بنيجي نقفل منزلقة وبندخل هنا في الغرزة دي منقفل السطر هبدأ دلوقتي ارتفع هكمل السطر في كل عمود عمود هكمل كده لحد ما ارتفع عدد سطور ونرجع نكمل مع بعض كده انا ارتفعت خمس سطور من بعد ما خلصت القعدة تزايد اهو ارتفعت واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة كده هبدأ ادخل اللون التاني هاعمل مش هكمل نصف العمود ولما اجي اخد اللفة الاخيرة دي هسحبها باللون التاني هقفل بغرزة منزلقة هارتفع سلسلة اثنين تلاتة وهشتغل في الغرزة اللي بعديها عمود بلفة وهاخد الفتلتين معي تحت الشور هكمل لحد ما خلص السطر كله هقفل بغرزة منزلقة وارتفع سطر جديد لحد ما اشتغل خمس سطور باللون ده ونرجع نكمل مع بعض كده ارتفعت خمس سطور باللون التاني هقفل باللون التالت كده انا اكملتش العمود هقفل الكتعة هقفل بغرزة منزلقة وهارتفع سلسلة اثنين تلاتة وهشتغل في العمود الاولان ده عمود بلفة كده ارتفعت هنا خمس سطور من بعد ما اشتغلت الاعداء وارتفعت فوقيهم باللون التالت كده ارتفعت هنا خمس سطور من بعد ما اشتغلت الاعداء واللون التاني خمس سطور واللون الاخير ده ارتفعت اربع سطور بس علشان هشتغل لسه اليد انا قفلت السطر وقسمت مكان لليد من المنتصف كده بتقسميها بتسيبي هنا اتناشر غرزة وهنا واحد وعشرين غرزة اتناشر غرزة واحد وعشرين غرزة هشتغل لحد ما وصل للحلقة اللي هنا بغرز الحشو اشتفع سلسلة وهشتغل نفس المكان بتاع السلسلة دي هشتغل اول غرزة اللي انا قفلت فيه منزلقة وبعد كده اول عمود بلفة هشتغل فيه حشو وصلت هنا المكان العلامة هارتفع اليد ارتفع ستين سلسلة ارتفع ستين سلسلة هاجي هنا بعد العلامة وهشتغل غرزة حشو هكمل غرز حشو لحد ما وصل لقبل العلامة وصلت للغرزة اللي قبل العلامة هبدأ دلوقتي ارتفع نفس عدد السلاسل هارتفع ستين سلسلة هشتغل بغرز الحشو في الغرزة اللي بعد العلامة هكمل السطر لحد ما وصل هنا بغرزة حشو خلصت السطر كده بغرزة حشو هقفل هنا بغرزة منزلقة وهارتفع سلسلة وهشتغل حشو في نفس المكان اشتغلت غرز حشو لحد ما وصلت هنا لاخر غرزة مش هشتغلها هشتغل على طول على السلاسل اللي انا عملتها بغرزة منزلقة يعني هتخطى الغرزة دي واروح على اول سلسلة واشتغل فيها منزلقة واللي بعدها منزلقة خلصت ستين غرزة منزلقة هاجي هنا هسيب اول غرزة واشتغل في اللي بعدها حشو وهكمل حشو لحد ما وصل هنا للعليمة هتخطى الغرزة دي واشتغل على ستين سلسلة ستين غرزة منزلقة خلصت ستين غرزة سلسلة عملت عليهم ستين منزلقة هبدأ دلوقتي اشتغل غرز حشو هسيب اول غرزة وهو حل بعديها هنا دي مش بشتغل فيها بشتغل هنا على طول غرزة بحشو هكمل حشو لحد ما خلص باقي استطر خلصت استطر هقفل هنا بغرزة منزلقة وهبدأ اشتغل غرزة منزلقة هنا لحد موصل لليد بعد كده هشتغل هنا غرزة حشو على اليد طبعا دي كانت غرزة منزلقة مش بشتغل فيها بشتغل حشو بالطريقة دي كده خلصت اليد كلها بغرزة الحشو هسيب الغرزة دي واروح على اللي بعديها وهشتغل منزلقة كل شكل دي كده هكمل غرزة منزلقة لحد ما وصل لليد واشتغل عليها بنفس الطريقة وهكمل هنا بغرز منزلقة لحد ما اقفل السطر عند غرزة المنزلقة دي هكمل لحد ما خلص السطر ونرجع نكمل مع بعض كده خلاص انا خلصت اليد وكمان خلصت غرز منزلقة شكرا هعمل عقدة وهارتفع ستاشر سلسلة اشتغلت ستاشر سلسلة هسيب الغرزة دي واروح لبعديها واشتغل منزلق في كل غرزة بتقابلني هشتغل فيها غرزة منزلقه كده خلصت السطر بغرزة منزلقه هارتفع سلسلة وهلف الشغل وهشتغل في الحلقة الخلفية بغرز منزلقه موسيقى ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا 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 و إbinsه الشمطات مختلفة سنطع هل أعجبك لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك في الفيديو واشتركي في القناة وفعل الجرس ونسيب لكم من تقول لي لي رأيك في الشمطة وبتشاهديني من أي بل وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله